السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رنيا ومع موعدنا المتجدد مع تفسير اسم من الأسماء واسم اليوم هو اسم جنة في المنام وأيضا ما معنى الاسم في اللغة العربية وما هي صفات حاملة اسم جنة فتابع معنا أولا ما معنى اسم جنة في المنام إذا رأى الحالم اسم جنة في المنام يكون ذلك إشارة إلى رزقا كثير كما إذا رأت المرأة المتزوجة اسم جنة يدل هذا على السعادة والخير الذي ستنال هذه المرأة وفي حار رأة المتزوجة اسم جنة يدل أيضا على سعادة كبيرة تغمرها وعند رؤية الفتاة العزباء اسم جنة في المنام يشير لها إلى النعيم والراحة والزواج من شخص صالح فهو اسم رائع لأنه يحمل كل أمنيات البشر وهو الجنة والفردوس الأعلى وما بها من خيرات كثيرة سوف نالها صاحب الرؤية بإذن الله وبعد أن تعرفنا على معنى اسم جنة في المنام دعونا نعرف ما معنى اسم جنة في اللغة العربية اسم جنة هو غني عن معناه هي الجنة التي نحلم بها على وجه الأرض ونتمناها في الآخرة وهي جنة الخلد ويطلق هذا الاسم أيضا على بساتين الورد وهذا الاسم ذكر في القرآن الكريم مواضع مساعدتها كثيرة مثل جنات الخلد وهي التي قوم الله سبحانه وتعالى الاختبار آدم وزكته وذكر أيضا وجنات النعيم وتعني الجنة السماوية والآن ما هي صفات حاملة اسم جنة؟ هي فتاة تحب النشاط والعمل الكثير وهي تكون في الأنشطة الكثيرة في حياتها هي شخصية تتميز بأنها محبوبة بين الناس عن الآخرين وذلك هي تحب الآخرين ولا تسيء لأي شخص فتاة لديها كثير من الحيوية والنشاط وتفضل الاجتماعات والمجموعات في العمل وهي اجتماعية جدا تتميز شخصية جنة بأنها شخصية مستقلة بذاتها وقوية وتستمتع بحب الناس لها تسمية الفتاة التي تحمل اسم جنة أنها عنيدة ولكن تأخذ كل أمورها بهدوء في كل تصرفاتها وأسلوبها هادئ وجذاب وهي تتمتع بالتميز في كل مجالات حياتها إذا كانت أم أو أخت أو صاحبة أو زوجة هي تمثل الفتاة الجميلة ذات الأخلاق العالية الرفيعة تتميز أيضا جنة أنها تتمسك برأيها واثقة من نفسها ولا يؤثر عليها أحد في تغير قرارها أو تغير رأيها وتتميز جنة بأنها قادرة على تحمل المسئولية في كافة الطرق أو في شتى مجالات حياتها تتميز أيضا بالجمال وحسن المظهر وحسن الأخلاق وهي جذابة جدا في شكلها ومظهرها الأنيق والجذاب جنة تتميز أيضا بحبها للحياة وحبها للتفاؤل والأمل وتحب كل جديد في حياتها تتميز أيضا أنها تحب الصدق ولا تحب الكذب والخداع والنفاق ويوجد لها صراحة شديدة مع التواضع وعدم التعالي والتقبر على الأفراد ودودة وقلبها كبير وتحب الخير للآخرين تتميز أيضا أنها مصقفة جدا وهي تحب الرومانسية وتتميز بأنها حنونة على أولادها وعلى زجها وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا